حرية التعبير والمساوات والديمقراطية والتزام الشعب بالقوانين والعمل على الحريات والمضي قدما إلى الازدهار هذه النقاط ركز عليها رئيس الوزراء في أول كلمة له أمام البرلمان أول قاعدة في عالم الديمقراطية الاستماع للآخرين وتقبل آرائهم وعدم تكتيم الأفواه والعمل لأجل الوطن بشدة طرق إثيوبيا لشعبها والشعب لإثيوبيا لابد لنا أن نعلم أن جميع الأصوات مسموعة وجميعنا لابد لنا أن نتعاون ونمضي قدوما لإعلاء إثيوبيا وتمكن الديمقراطية إن بناء الديمقراطية يوجب على القالة العمل لمصلحة الشعب والإنماء والازدهار وخلال الثلاث سنوات الماضية أوججت فوارق عن السابق في مجال الحريات وتعبير الرأي وأن الشعب قد وجد متنفسا أفضل من أي وقت مضى في التعبير عن رأيهم ووضح ذلك جليا أيضا في التقسيمات الوزارية وضمان القفء للمناصب وعدم المحابات وذكر السيد بفكادو هيلو رئيس مركز حقوق الإنسان وتطوير الديمقراطية أن خطاب رئيس الوزراء أعطى أملا أن البلاد لن تكون كسابق عهدها في تكميم الأفواه وقمع الحريات والاضطهاد الأقليات والتهجير وسجن وتعذيب السياسيين المعارضين قدم الاعتراف بأفكار الشعب وأن هذه الخطوات قد نفذت وبقي أيضا إكمال المسيرة وجعل إثيوبيا في مصاف الدول ومقدماتها ومن المعروف أن بفكادو كان من المناظرين في السابق ومن الداعين إلى الحريات في التعبير وقال أن التغيير بدأ لواضح وجليا في هيئة حقوق الإنسان والمجلس الانتخابي الوطني وأن قانون الإرهاب وحقوق الإنسان وقوانيا الإعلام وضع فيها بصمات تغييرية وأن التغيير الذي أجد في هذه القوانين كان بإشراف خبراء ودكاتر في هذه المجالات ولا بد له أن يستمر في باقي المجالات والهيئات والمنظمات والوزارات وكان الرئيس الوزراء قد دعا جميع الأحزاب السياسية والمعارضين لبناء الديمقراطية والعمل لأجل ازدهار إثيوبيا وعدم هدر أي دم لمصالح شخصية والمساعدة على جعل سياسة بلدنا من أفضل السياسات حول العالم وأن هذا التغيير قد بدأ قبل ثلاث سنوات وما زال في أوجي ذلك وأنه سيستمر إذا تمت الانتخابات وفاز حزب الازدهار بالحكم القادم للبلاد وأن إثيوبيا ستكون بشعبها في مصاف الدول وأن الديمقراطية لن تكون إسما فقط وإنما عملا ونظاما حكوميا يكون مثالا لبقية الدول في أفريقيا والعالم وأن إثيوبيا تسعى للتطور والازدهار وأن تستعين بقدرات شعبها والاحتفاء بهم في جميع المجالات والمحافل موسيقى